ما خش مع جوزي يا مناقش هيسبلي الدين استخفى هلأ أنا أعتبر طالب كده؟ لا ما تدخليش معها مناقشة بعد كده أبدا وأنا استحملت كثير يا شاعة طب بس استني بس الباب اللي يجيلك منه الريح الباب اللي يجيلك منه سب الدين اقفليه واستريحي ما تدخليش معه في مناقشة يا شاعة لا أقول له نعم وحضر جوزك بيحب يتقلل نعم وحاضر دعا في التليفون يا شاعة طب قول له نعم وحاضر وخلاص ورح دماغنا ما نعودش بقى نخل الرجل اه ما أنا بقى أنا نقشه في حاجات مصلحة البيت يعني يا شاعة اه في مصلحة البيت معلش الله يهديه هو كده بياخد زنب هو بقى ما تشغليش بالك انت حلال معا قوليه تلت مرات يسبلي في التلت شهور ده لهم اللي غيبهم الله يهديه الله يهديه يوصلح حالي ويقول لي أنت السبب اللي تخلينا هاسب الدين فأنا بقى أنا بنقشك في موضوع اللي يجيب سب الدين فيه اه بالزبط يعني نختلف مع بعض لكن ايه دخل الدين في الموضوع والطلاب مش وانا اعمل على كده عشان كده هنزعلنا من كده يا شاعة معلش الله يهديه ادعيله معلش ما هو كمان ممكن يكون تعبان في الغربة ومجموع تأس الابسيطة ومشتغل ايه في الغربة هو هذا يا شخص بجاوب لي هو اشتغل عامل وهو الحل وقف وما نايم لي ثلت شهور يا شاعة طيب يعني شغل عامل يعني طول النهار في الشمس والحرر والتعب معلش استحميله لا ما شغلش يا شخص هو نايم لثلت شهور ما يشتغلش وما بعتناش فروس لدلوك يا شخص معلش الله يوسع عليه ويبريكله ان شاء الله نومة الرجل بنتبقى متعب ورد وراجل نسافر عشان يشتغل مش مسافر عشان ينام هناك بيت دهب ايه ما نوفيش شغل الحل وقف على الكل يا شخص معلش الله يصلح حاله ان شاء الله اه 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 امين وبيعت دهب وسعدته في البيت وبيعت مرس وسعدته في البيت يعني ما ما خلتش حاجة عن نفسي خالص غره يدوم يا شخص مايش حاجة خالص يا ست ما هو بيتك انت بره في الاول والاخر ما هو بيتك وولادك وجوزك الله يوسع عليك ويبريكلك يا رب ان شاء الله وربيت له عياله وطلع كله واحد محاسب وواحد مهندس لا مش عياله لا لا حزبي بس يصبري بس هم عياله من مرة تانية يعني او لا ايه لا مع بعض يعني عيالك انت يعني بره ربيت عيالك يعني اعمالك اللي عليها يا شخص الله يبريك لك يا رب ما انت عشان ستة اصيلة وجوزت له بنته بردك وكله من عند مرسبة ابويا بردك الله يبريك لك يا رب يوسع عليك وعشان كده نيم هناك وملتاح فهل دقيتي الابتلاءات اللي انا شوفها دي هال الجزاء اللي ولدي كان يصلي بوقت بوقت مهندس كان صلي وقت بوقت لو كنت يصلي من الجمعة للجمعة الله يهديه ادعيله ادعيله الله يهديه معلش وكمان صاحب صحبه سيشربت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني الوقيتي لان مش كفاية اللي بتلاتي فيها وكفاية ان ام طردتني من البيت عشان ما اخويا مردش خلينا خش البيت وابنك المهندس ده ما بشتغلش ليه بدل ما هو قاعد كده بيشرب دخان مع الصحبة الوحش وما هو يا شيخ من كل ما لا جاهلوش فرصة عمالي دوري على شغل ما لجيش فائلت وقد بشتغل في الصرف يا شيخ وماله مش عيب الشغل في اي حاجة بس مشتغل بس اقولك على حاجة هو احتمال يكون فاهم انه طول ما هو شغل في الشغلان دي ما ينفعش يصلي لان هدومه بتبقى مش نظيفة وليلو الشيخ سلامة بيقول لك انو شغل ده هو قبل ما يروح الشغلات لا بعلش بس وليلو الشيخ سلامة بيقول لك استنى بس وليلو الشيخ سلامة بيقول لك صلي اجمع الصلاة على بعضه يعني وقت ما تخلص شغل اقلع الهدوم ولبس الهدوم النظيفة وبقى صلى الضهل مع العصر بعد ما تخلص الشغلات بتاعتك قاعدينه في مكتب يا شاغ واو يعني في مكتب نعم بشهدوم بتوسخ لسه يعني مش صرف هون أنت إذا شغال مهندس قد الدنيا لا هو صرف بس مكتب هو لسه يكتب في الورق وجهزه في الورق ولسه بعد كده عنده في الموقع الله يوسع عليه ويبارك له يا رب ادعيه ويدعيه لجوزك إن ربنا يوسع عليهم ويبارك لجوزك بالدعيله والله بس أنا يعني أبسلك يا شيخ خالك بطالك منه في سب الدين دي لا لا ولا طالك ولا حاجة خالص ما فيش أي شيء من الكلام ده معلش وأنت يستحملي شوية وعزك تدعيه يا شيخ وتدعي لجوزك أنا عندي خمسين سنة ومستحم له الله الله يوسع عليك يا رب يتقبل مني والله عندي خمسين سنة والحمد لله أنا بصلي الفجر حاضر وربنا مقدرني أعصلي عنه وأقرأ الأذكار والحمد لله من طاعة لطاعة ما شاء الله عليك ومجتنب الكبائر كل مجتنبا الحمد لله الحمد لله ربنا عفيك يا ربي منه فيش غر الزنوب الصغير يلا ربنا توب علينا منها ربنا يستر علينا منها طيب ربنا يبرك فيك يا محمد ويبرك لك في جوزك ويبرك لك في أولادك استعيني بالله واصبري استعيني بالله واصبري استعيني بالله واصبري وقول يا رب ودعل زوجك في غربة وتعبان وهو كمان يدعي لك ويريت هو كمان يسمعني أنت في تعب وفي غربة لكن خد بالك بسم الله ما شاء الله ربنا رزقك بست الله أكبر عليها ستة أصيلة فعلا شايلالك البيت شيل يخليك منت شايل هم حاجة خالص واللي يلاقي ستة في الزمان ده زي دي والله العظيم يشيلها فوق دماغه شيل لأن نادرا أنك تلاقي ستة هي اللي شايلة تربية العيال ومذكرتهم وتعبهم وتعليمهم جوازهم وشايل لك وإنت قاعد هناك الله يعينك أنت كمان بس في الآخر مش كل كلمتين ثلاثة مع الست دي تقول لها تسبلها الدين وتقول لها أنت طالب ما فيش الكلام ده اتق الله فيها اتق الله فيها هي دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليها وعلى غيرها رفقا بالقوارير بالروحة شوية على الست كفاية اللي هي فيه وانت يا محمد الله يعينيك ربع اللي انت فيه هو يأويك كله عند الله خد بالك أعظم جهاد عارفيني الناس اللي بتروح تجاهد في سبيل الله أعظم جهاد للمرأة هو اللي انت بتعملي له اللي انت بتعمليه احتسبيه عند الله تعالى جهادهم في سبيل الله